تعالى اقولك زي ما بيجيب على كل منتخب كده نلمس نقطة ضعف مش بنتكلم عنه فنيا تفصيلا يعني لما مع محللينة يعني بس بحب ايه اقولك نقطة ضعف شفناها يعني نقطة الضعف الوضحة جدا في المنتخب المغربي هي الجبهة اليسرى بتاعته كنت تكلمك باللقاتة على الجبهة اليومنا القوي جد الجبهة اليسرى اللي فيها زكريا الوحادي وعبدالصمت الزلزولي هي جبهة ضعيفة جدا دفاعيا انت بتتكلم في الخمس اهداف اللي دخلوا في المنتخب المغربي في الاولمبيات هذا العام كلهم كلهم جم من ناحية اليسرى للمنتخب المغربي كلهم فرق في ناحية اليومنا للارجنتين واليسرى للمنتخب المغربي الهاجمة من هنا وهتخلص هدف لبعض دي في مبارات الارجنتين نفس الامر الناحية اليسرى للمنتخب المغربي في مبارات اوكرانيا جي برضو هدف للمنتخب الاوكراني من نفس المكان نفس القصة قدام المنتخب الاسباني الناحية اليسرى واضحة انها جابها ضعيفة واضحة ان احنا لو اشتغلنا هجمان من الجابهة دي نقدر نسجل واضح واضح ودي جابها فيها مين فيها النجم النجم الكبير زيزو فيالله زيزو شد حيلك الجابها فضية تقريبا دفاعية فاستغل وان شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله طيب اشتركوا في القناة